بالعاصمة الريباط قدم وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبدالقادر عمارة الخطوط العريضة لرؤية واستراتيجية الوزارة الهدفة إلى تحديث وتطوير قطاع النقل العمومي للمسافرين بالمغرب وأكد السيد عمارة في تدخل لها خلال يوم دراسي حول تأهيل قطاع النقل العمومي للمسافرين أن هذه الرؤية الاستراتيجية ستفعل من خلال التعاون الوطيد بين الوزارة والمقاولات العاملة في قطاع النقل العمومي للمسافرين وذلك عبر التوقيع على عقد برنامج يتضمن أربعة ركائز تنأكدوا على واحد الفكرة الأساسية أن هذه القطاعات هي مهمة بطبيعة الحال الاقتصاد الوطني لكن مهمة للمرتفقين المستعملين هذه الأنواع النقل وما يمكن لها تطور بدون عقد برنامج هذه العقد برنامج ستكون فيها عدد المقتضيات منها ما هو قانوني منها ما هو مرتبط بتطوير الجودة والرفع من المستوى ديالها وطبيعة الحال حفظ الحقوق الآن مكتسبة بالنسبة للناس اللي عندهم المأدونيات بالنسبة للمستغلين ولكن كذلك فتح المجال في المستقبل اللي بغير يستثمر في هذه القطاع لأن المحصلة ديالها القطاع ستبان في الجودة ديال الخدمات اللي غادي تكون مقدمة للمستعملي ديالها النوع ديال النقل هذا وحنا بطبيعة الحال غادي مقاوم منفاتحين على المقترحات ديال الممتلين النقبيين والمهانيين بشكل عام وتم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم معرض حول منغرافية القطاع وآخر حول تحديث قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين كما عرف هذا اللقاء مشاركة حوالي 250 مشاركاً يمثلون عشرين تمثيلية مهانية للنقل العمومي للمسافرين بالمغرب وممثلية القطاعات الوزرية المعنية ومنتخبون بمجلسي البرلمان فضلاً عن مسؤولية المؤسسة العمومية المعنية بقطاع نقل المسافرين